الدنماركي السويدي راسموس بالودان بحرق نسخة من المصحف الشريف وكان أمر لافت للنظر بأنه يحدث أمام السفارة التركية وسماح الشرطة السويدية لهذا المتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية يدلل على حالة من حالات الحقد والغيظ والعداء من جانب هؤلاء تجاه المسلمين وتجاه الأتراك لأن الأتراك بلا شك يمثلون أيضا نسبة وجزء من العالم والأمة الإسلامية قيام راسموس بالودان بحرق نسخة من المصحف الشريف جعل هناك حالة من حالات الغضب لدى كل أبناء المسلمين وخرجت التظاهرات وخرجت النداءات معها لتطالب الجميع بضرورة مقاطعة هذه البضائع والمنتجات السويدية وفي النهاية حاولت السويد أن تمتص هذه الصدمات من حالة الغضب تلك وأن تراغ وتماطل وتتحدث عن أن هذه الوقائع لن تتكرر وفي النهاية يأتي هذا العراقي الذي نود حتى أن نذكر اسمه لكن يعني حتى اسمه معروف سلوان مميكة هذا الذي خرج تحت حراسة الشرطة السويدية ليقوم بحرق نسخة من المصحف الشريف ونرى يعني زئير العراقيين وحالة الغضب الكبيرة التي انتبتهم ما جعل هناك حتى حراسة مشددة من قبل الشرطة السويدية على هذا المتطرف وفي النهاية يخرج بالأمس هذا يعني الذي يعتبر عراقي ولكن العراق بريئة منه ورأينا العشائر العراقية تتبرى منه وتهاجم هذا الرجل وتقول بأنه ليس بالعراقي يخرج الآن ليقول بأن الشرطة السويدية تخلت عنه وأنها رفعت يدها عنه وأن الحماية التي تم تخصصها له بعد قيامه بهذه الواقعة قد تم رفعها وقد تم سحبها وهو الآن يشعر بحالة من حالات الرعب الشديدة للغاية ويتحدث عن إمكانية اغتياله وإمكانية قتله ويخرج بهذه التصريحات عبر السوشيال ميديا ويتحدث عن أن دولة السويد تخلت عنه طبعا هذا الفعل الذي أقدم عليه إجرامي ولا يعد مطلقا ضمن حرية الرأي والتعبير لذلك نرى معلسف الشديد الآن هناك توجهات معادية للإسلام والمسلمين من جانب أطراف تدعي بأنها تدافع عن الليبرالية أو عن الحرية ترجمة نانسي قنقر